لم يتوقف في العالم الغربي توظيف الدين للمآرب السياسية إلى يومنا هذا ولم تتوقف الفضائع غاية ما هنالك أنها اتخذت أشكال أخرى وجديدة لا أكثر من هذا ما زالت هنالك فضائع ترتكب ولكن بأطر قانونية وأممية ونحو ذلك ما زال هنالك غزو وقتل ما زال هنالك انتهاك لحقوق الإنسان وهاكم هنا صرخة تؤشر وهي صرخة معاصرة تؤشر إلى هذه الحقيقة أنه لم يتوقف توظيف الدين في العالم الغربي للمآرب السياسية هذا بيان صدر من الكنيسة الإنجيلية الأمريكية ووثق في كتاب بعنوان الكنيسة الإنجيلية الأمريكية واللجنة صدر هذا في سنة 2008 في الصفحة الخامسة عشر من هذا الكتاب تقول الكنيسة الخطأ الذي يرتكب الآن من اليسار الديني واليمين الديني في العقود الأخيرة هو شوف شنو هو هذا الخطأ تسييس الدين بحيث يستخدم في الدفاع عن مواقف سياسية في جوهرها بما أفقد الصلة حقا بالكتاب المقدس وبهذا فقد الإيمان استقلاله وأصبحت الكنيسة نظاما حاكما دخل في صلاته وأصبح المسيحيون مجموعة من الأغبياء النافعين لحزب سياسي أو آخر وهكذا تحول الدين المسيحي وتحولت المعتقدات المسيحية إلى مجرد أسلحة لتحقيق المصالح السياسية تصريح جدا خطير ومعاصر قبل تسع سنوات من الكنيسة الإنجيلية الأمريكية تقول هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه نحن النصارى أصبحنا مجموعة من الأغبياء الذين تستغلهم السياسة والسياسيون لحزب سياسي أو آخر والإيمان المسيحي على تعبيرهم فقد جوهره الذي حصل هو تحول الدين المسيحي وتحول المعتقدات المسيحية إلى مجرد أسلحة لتحقيق المصالح السياسية إذن هناك لا يزال توظيف للدين باتجاه نيل المطامع والمآرب السياسية ويقاد قطعان من الناس على هذا الأساس تصور لهم القضية السياسية قضية دينية حتى يندفعون في تأييدها والدفاع عنها بل والقتال من أجلها ترجمة نانسي قنقر